يسعد صباحكم مشاهدين وفي هذه الفقرة تم اختيار ضيفتنا السيدة أريج الخليلي كمدربة معتمدة لدى منظمة المرأة العربية في مجال مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية بتكليف من الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء في شخص مؤسسه الأول ورئيسه هو رئيس المؤتمر العالمي للسلام السيد مراد الخميري اليوم سنتحدث عن أبرز إنجازاتها وسبب اختيارها لهذا المنصب يسعد صباحك هلا يسعد صباحك وصباح الخير لجميع عمال فلسطين في يوم العمال العالمي كل عام وهم بخير وإن شاء الله سنة جاي بكونوا محققين مطالبهم ومحققين وواصلين للعدالة الاجتماعية إن شاء الله كل عام وانت بخير وألف مبروك عندك وناسبتين اليوم سعيدات الله يبارك ألف مبروك يعني هذا الشيء بشرفنا أول شيء أنه تم اختيارك لهذا المنصب كيف حصلت على هذا المنصب أول شيء منظمة المرأة العربية هي منظمة تعني بالنساء العربية في جميع أنحاء الوطن العربي تقوم على تدريبهم وتمكينهم سياسيا اقتصاديا واجتماعيا ولديها خطة على مستوى الوطن العربي خطة استراتيجية إقليمية من أجل النهوض في المرأة وتنميتها أنا تم ترشيحي من مكتب الرئيس لحضور هذا التدريب اللي هو اسمه تدريب تمكين سياسي للمرأة في جميع أنحاء الوطن العربي طبعا حضرنا تقريبا من عدة دول عربية كانت موجودة مصر كانت كمنافسة؟ في البداية هو كان تدريب ومدته كان 12 يوم في البداية كان الموضوع تدريب وفي النهاية سارت صفيات اللي هي في مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة طبعا أنا في المرحلة الأولى كنت بين خمسة أو ست أخوات من جميع أنحاء الوطن العربي المرحلة الثانية صرنا الثلاثة المرحلة الثالثة واللي هي النهائية كنا تنافسنا إحنا الثلاثة واحدة مصرية تونسية هي قاضي قضاء في الأروا متوسط والمصرية هي دكتورة في جامعة عين شمس وأنا على اللي هي المرحلة الأخيرة وأنا قدرت أفوز فيها كتقييم من منظمة المرأة كأفضل مدربة على مستوى الوطن العربي وتم اعتمادي كمدربة دولية لدى منظمة المرأة العربية يعني هذا الشيء أكيد ما قلت بدعب الفخر عن جد حتى وإنتي عم تحكي أنا أشعر بدني عاد ما إحنا فخورين فيك وعاد ما هذا شيء كتير رائع كونك أولا إمرأة ثانيا فلسطينية فهذا شيء بشرفنا لو كمان نتحدث عن الزملائك ذكرت أنه من عدة مناطق من الوطن العربي كان من فلسطين معك ناس آه كان ثاني صبية معاي والثاني هي كانت درسي ماستر وإنسان كتير رائع كانت معاي في التدريب حلو يعني طبعا نتمنى لها التوفيق دائما لو نتقل لسؤال بشكل عام لو تحدثنا عن الصعبات اللي ممكن تواجه المرأة العربية في مجالات عملها المختلفة كيف أنت ممكن تكوني قدوة أو ممكن تكوني حافز لهدول النساء اللي بلشوا بعمل ويستمروا فيه أول إيش بزا بنا نحكي على الصعوبات بعدين نحكي على الحافز والقدوة الصعوبات اللي بتواجه المرأة العربية في البداية في سوق العمل هي عدم تقبل الطرف الآخر لإلها في المجال العمل ونظر إليها بطريقة دونية إنها لا تستحق وهذا الحاكم نشوفه مثلا حتى في استحقاق الأجور دائما المرأة أجرها أقل ساعات العمل عندها أكثر تبذل مجهود أكبر من أجل إبراز وجودها وإثبات وجودها في العمل من أجل تأخذ الترقية أو ما تستحقه بمقابل الرجل الذي لا يبذل نفس المجهود هاي في صعوبة يعني في سوق العمل ولكن يقع على عاطق المرأة العاملة والمسؤولة عن بيت وأسرة عبء أكبر من خلال أولا مشاركتها في العمل ومن ثم البيت والضغط الأكبر عليها من أجل الموازنة وتحقيق التوازن الكامل بين عملها وأسرتها من الخوف من لوم المجتمع لإلها لأن المجتمع بيقول نازلة بتشتغل وتارك أولادها فتكون تبذل مجهودات أكبر من شان تقدر يتوازن طبعا كل ياتوا ع حساب صحتها وتعبها وأعصابها وراحتها كيف بدها تكون قدوة؟ أنا بعتبر المرأة القوية اللي بتتسلح في المعلومة والخبرة والمعرفة واللي عارفة هدفها في الحياة وعارفة حلمها وعندها رؤية حقيقية نسوية بتقدر تكون قدوة للنساء بالمثابرة والجد والعمل والإيمان من نفسها صحيح وأنا متأكدة أنه أنت كمان رح تكوني مثال كتير رائع لهذور النساء كتير من النساء للأسف بوقعوا بفخ أنه بحس حالهم هم الإضعاف بحس حالهم هم اللي دائما كما ذكرتي أنه اللوم ملقى عليهم أنه هي أنثى هي مش راح تقدر تقوم بهذا العمل ليش هي هون؟ ما الرجال أولى بهذه الوظيفة وكل هذه الأمور فدائما هي بتهبط من عزيمة المرأة لكن لما نشوف نساء قويات مثلك أكيد هذا الشيء بيبعث بالأمل لو أيضا نذكر أنه أنت كنت ممثلة فصيل لدى لجنة الانتخابات المركزية عام 2013 كامرأة وحيدة أو كأول إمرأة؟ كأول إمرأة كأول إمرأة حتينا كيف كانت هذه الترجمة؟ أنا كنت ممثلة حركة فتح لدى لجنة الانتخابات المركزية عن مدينة أو محافظة نابلس في الانتخابات المحلية في 2013 أنا أصلا عندي تدريبات كثيرة في موضوع الانتخابات جزء منها أخذت داخل البلد وجزء برى البلد وأنا أصلا بدرب في قوانين الانتخابات وأنا كإنسان ناشطة نسويا بعرف قوانين الانتخابات لأنها بتعنيني كأمرأة كيف أنا بدي أقدر أساعد النساء إنهم يكونوا ضمن القوائم الانتخابية وفي قانون الانتخابات فكانت كثير تجربة غنية كثير تميزت فيها وهذا الحكي بتقدير وشهادة لجنة الانتخابات المركزية اللي قالت أنه أنا كنت متميزة جدا كممثلة لفصيل على مستوى المحافظة كثير سعادت ودعمت وكانت مثلا قوائم لما ترفع يجب أنها تكون مستوفية جميع الشروط وأي قائمة غير مستوفية جميع الشروط كانت تترجع فأنا القوائم اللي كانت من عندنا كانت دايما مستوفية جميع الشروط لا يوجد أي إشكاليات لا يوجد أي أوراق نقصة القوانين واضحة وفاهقة يعني أيامها عملت دورات للقوائم الانتخابية المرشحين في جميع المواقع في محافظة نابلس والوكلاء الحزبيين اللي موجودين من أجل يفهموا القوانين صح ويرفوا كيف يكونوا في هذا الموقع حلوة يعني أنا متأكدها تجري تكون حلوة كونك كأول إمرأة أكيد كانت غريبة لقيت شوية صعوبات في الموضوع هذا في هذا الموضوع لا ما لقيت صعوبات لإني أنا دايما بتسلح في المعلومة وبأمن من يمتلك المعلومة يمتلك القوة أنا كنت مالك القوة يمكن أكتر من غيري من الناس اللي موجودين حلو لو كمان نذكر أيضا الشعار اللي كان في المشاركة اللي شاركت فيها طبعا تم تعيينك وقتها كشخصية حصلت على هذا المنصب اللي ذكرنا في هذه المشاركة كان الشعار كلنا شركاء كلنا أثرية من أجل القضاء على براثن الفقر والمجاعة وأيضا البطالة والإرهاب شو دورك في هذا الموضوع وشو المسئولية اللي أنت عم تتحمليها حاليا هذا التكليف تم تكليفي فيه تقريبا من شهر من الأستاذ مراد الخميري الرئيس الحزب الديمقراطي التونسي للعدالة والتنمية هذا كسفيرة للسلام على مستوى العالم سوفراء للسلام للمستوى الوطن العالم طبعا مش أنا لحالي من فلسطين فيه أكتر من شخصية مرموقة وشخصية قيادية ووطنية موجودة تم تكليفهم في هذا المنصب أو هاي المهمة اللي أنا باعتبرها مهمة مش سهلة رح تكون إحنا في البداية بدنا نشارك في مؤتمر عالمي للسلام وبعدها بدنا نبلش ننشر أو نشتغل على عمل رؤية أو استراتيجية خاصة للسلام كل واحد في وطنه وفي بلده فمثلا إحنا في كل فلسطين فلسطينيين بدنا نقدم وقرأه في هذا المؤتمر شو استراتيجيتنا للسلام في وطننا في فلسطين وهل هاي الاستراتيجية تتشابك مع استراتيجيات الوطن العربي أو مزئل العالم للسلام وكيف بدنا نوجد آليات لخلق استراتيجية موحدة للجميع من أجل إحلال السلام في العالم موضوع كبير كتير بده شغل كتير بده رؤية وبده استراتيجية حقيقية وبده تعاون وبذل المجهودات كبيرة لأله صحيح وبتمنى لك التمييز أيضا في هذا المجال لو نتحدث عن أهمية إشراك المرأة في السياسة كونك خطي هاي التجارب كيف ممكن تكون عضو فعال للتغيير؟ المرأة لها دور كبير مهم لأنها المرأة الأكثر تحسسا للقضايا المجتمعية والسياسية في مجتمعها فإذا بتلاحظي مثلا لما بدها تترشح إمرأة للبلديات أو إمرأة تكون ضمن عضو مجلس بلدي هي بتعرف إنه شو إحتياجات مجتمعها من خلال الإحتياجات اللي هي محتاجيتها مثلا الإنساء تحتاج لحضانات لأطفالها تحتاج مثلا لمياه صرف صحي لأنها هي هاي الأمور اللي بيتمارسها في حياتها أو اللي هي تحتاجها في حياتها اليومية لكن الرجل يذهب إلى عمله فقط أما المرأة فهي تذهب إلى عملها ترجع إلى بيتها تقوم بجميع المهام فهي تكون أكثر تحسسا لإحتياجات مجتمعها من الرجل المشاركة السياسية ليست فقط في الأحزاب السياسية المفروض فينا نفهم صح شو يعني مشاركة سياسية المشاركة السياسية هي في التنمية المجتمعية في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات في بناء المجتمع إذا استطاعت المرأة أن تكون إنسانة فاعلة ونشطة في بناء مجتمعها ومساعدتها تستطيع أن تشارك مشاركة سياسية في المجتمع الموجودة فيه إن شاء الله يعني إحنا نتمنى طبعا من سيدات فلسطين ومن نساء فلسطين هم دائما يتميزوا ويبدوا مثلك أنت يعني شكرا لإلك وإحنا فخورين بوجودك عنا وألف مبروك الله يبارك فيك وشكرا لإلك مشاهدنا رح ننتقل حاليا لفقرة الأبراج خلوكم معنا